الجديد يا كابتن اللي انت شفته في كاس العالم يعني دائما في كل كاس عالم كنا بنشوف طريقة لعب جديدة نجم جديد بيظهر في العالم أو نجوم جديدة يعني تظهر 3-4-3 تعديل طرق اللعب رجعت تاني ثلاثات لبعض المنتخبات اللي مش قليلة اللي اشتغلوا 3-4-3-3-5-2 ومشتقت إنما اللي لفت نظري جدا السرعة الزادت بشكل يعني شوف احنا كنا بنقول الكرة سريعة في آخر 20 سنة بشكل لا ده المرات دي لا سرعة سرعة عالية جدا السرعات عالية جدا الضغط عالي جدا المهارة كمان والتصرف سرعة التصرف بالسرعة دي أثناء الحركة بسرعة وأثناء التحول اللي بسرعة الدقة متناهية الدقة يعني فيه منتهى الدقة وحنا شغالين يعني في عزة شوف الجول الأخراني مش الأخراني التاني بتاع الأرجنتيني مبارح التاني الجول التاني بس تو تاتش وان تاتش تو تاتش في أربع نقلات بقوا في الجول عالمي أربع نقلات أربع نقلات بتاع دي مارية أربع نقلات بصراحة من أحنا من وسط ملعبهم للجول في أربع نقلات بتخيل تحت ضغط من الحركة بسرعة جدا تحت ضغط وفنش يعني كرة 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 عالية جدا جدا يعني عايزين ربنا إن شاء الله يعدنا تشوفها عندنا صعبة جدا رجبت أه طبعا عايزة شغل جبار عايزة قبل الشغل الجبار المداربين ممكن يقدروا يعملوا ويوصلوا إنما لازم اللي بيستقبل يكون عنده المقدرة والإرادة لازم يكون عاوز وعشان عاوز اللعبة دي بتضحي بشكل بالله طبعا بتضحي بتعرف الحتة إن هم زي عندنا كده العيلة والأسرة والتلاح ده موجود بشكل يعني ما تستغربهوش لا موجود بشكل كبير جدا فإنه يبقى يقعد مثلا زي البطولة دي يقعد شهر بحاله أو 40 يوم بعيد عن أسرته ده مش موضوع سهل أبدا أبدا خصوصا فيه ربنا صحيح يعني موضوع ما بيبقاش سهل أبدا فالتضحيات بيبقى كتيرة جدا جدا إنه الخروج بيبقى بحساب طبعا الأكل بحساب الشرب بحساب المتعة بحساب كل يعني هو مسخر نفسه للشغل فقط لغير فدي تضحيات كبيرة جدا بيتفوتوا متع أو 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 أوقات حظ بيستمتع بيها الجمهور العادي اللي بيتفرج عليه صحيح هو بيتنع منها فدي تضحيات كبيرة جدا يعني بس مقابلها طبعا طبعا في حاجات تانية كتيرة قدام الأمر ده تستاهل طبعا المباراة الأرجنتين وفرنسا وحدة من أحلى مباراة النهائي بالضبط يعني بعنا كتير أو ما شفناش مباراة نهائي تلاتة تلاتة ولا وتنتهي بأذا الشر أنا بتفرج على كورة وكي نهاية كاس عالم من سنة 78 يعني 78 كان 74 من 74 أنا فاكر أجزاء كده في مخيلتي ممتش إنجلترا ألمانيا هولندا فينال 74 في ألمانيا فمن 74 للنهاردة بنتكلم في كم سنة بنتكلم في حوالي 35-40 سنة حوالي 9 كاس عالم أو 8 يعني بغض النظر فده أعظم ماتش شفته شفته ده أعظم ماتش شفته وعصرته اللي أنا شفته يعني مش أقدر أقول في التاريخ والبتاع اللي أنا ما شفتش اللي قابلي اللي قابلي كده إنما ده ده أعظم ماتش أنا شفته ليه النقطة اللي أنت بتتكلم فيها هو إيه اللي حصل يعني الفرنسوين نزلين حطين سيناريو بس السيناريو اللي هم حطينه لغب لغباته سكلوني في الملعب عمل إيه ساب ديمارية طول البطولة وراح جاي منزله بدأ بيه الماتش بدأ بيه من ناحية اليمين بدأ بيه من ناحية الشمال ليه آري هو ومحضر كويس جدا ميسي هيتلعب عليه وهيتضغط عليه هو اللي كسل فلازم يبقى فيه رئة تانية شغالت شغل التين حلو فكان يبقى هو مين يبقى ديمارية عشان كده كنا بنشوف لغاية ما خرج ديمارية كنا بنشوف إن الناس توصل قال ميسي إنما ميسي يوصل لديمارية فحيح يعني طول الوقت الناس توصل لميسي هو اللي خطر وميسي يوصل لديمارية الناس توصل لميسي وميسي يوصل لديمارية وديمارية ووصل للباقي ووزع للباقي وعملوا شغل عالي جدا 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 تاكتيكيا معنى كده الاسكلوني ده مدرب كويس طبعا طبعا يعني هياخد الكوبة امريكا ويوصل فير كاس عالم وياخد كاس عالم بدون ما يكون عنده أفكار عنده أفكار وكتوضحة جدا في البطولة يعني